اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ميدان القومية خلف مستشفى الحرمين وعنوان صفحة العيادة على الفيسبوك عيادة علاج الالم بالزقذيق بنكون على استعداد لاستقبال استفسارات حضراتكم في اي وقت والرد عليها ان شاء الله الام الرقبة في الحقيقة هي من ضمن الحاجات المشهورة جدا اللي بتجيلنا في عيادة الالم الام الرقبة بنقول ان نسبتها ايه في المجتمع هي بتعتبر بتيجي لكل 30 شخص ما بين المئة شخص يعني كل مئة شخص في منهم 30 بيجي لهم مرة الام في الرقبة على مدار السنة النسبة دي بتبقى موجودة اكتر في الستات عن الرجالة وبتبقى اكتر في فترة منتصف العمر اللي هي من 25 لحد 45 سنة وبتبقى كمان اكتر في المجتمعات المتقدمة عن المجتمعات النامية واكتر في المناطق المتحدرة عن المناطق الريفية وبتعتبر الام الرقبة هي رابع سبب بيؤدي الى اعاقة للانسان عن اداء وظائفه اليومية بيجي في الترتيب بعد الام اسفل الظهر والام المفاصل وبعد الاكتئاب الام الرقبة انا عاوز حضراتكم تركزوا معانا في 3 نقط مهمة في الحلقة دي ان شاء الله لو خرجنا بيها وفهمناها كويس هيبقى ده شيء كويس جدا ان شاء الله الحاجة الاولى هي ازاي انا كمريض اقدر احدد علامات الخطورة في الام الرقبة يعني لو جالي الام في رئابتي لاول مرة ازاي اعرف ان في حاجة خطيرة ولازم اتوجه مباشرة للطبيب عشان اشوف سبب الالم ده ولا المسألة بسيطة اللي هي بتبقى حوالي 90% من الام الرقبة بتبقى المسألة بسيطة وماهش محتاجة ازهاب للطبيب على الاطلاق يبقى بنقول علامات الخطورة اللي هي بيسموها العلامات او الريات الحمراء او الاعلام الحمراء في الام الرقبة الحاجة التانية المهمة اللي هنعرفها هي طرق علاج الام الرقبة بدون جراحة اللي هي بنعملها في عيادة الالم اللي هي عبارة عن الحقن يعني بنعالج الام الرقبة بدون اللجوء الى الجراحة باعراضها الجانبية ومشاكلها اللي ممكن تحصل دي هنعرف دي الحاجة التانية الحاجة التالتة اللي هنعرفها ازاي انا لو جالي الم في الرقبة لاول مرة اعالجه وانا في البيت بدون الذهاب الى الطبيب وازاي كمان نتجنب الام الرقبة هنبدأ الاول نعرف اسباب الام الرقبة هيكلمنا عنها بالتفصيل اخونا الدكتور احمد حجاب بسم الله الرحمن الرحيم الام الرقبة لها اسباب كتير بنحددها في حجاء اماكن في الرقبة نفسها او اماكن في حتة جنب الرقبة زي مفصل الكتف زي الاعضاء اللي موجودة في الصدر او في البطن زي بعض الاماكن اللي في اسفل الرقص نبدأ بي الانسجة اللي موجودة في الرقبة اول حاجة زي المجسم اللي عندي ده هنبدأ نشرح عليه ادي الرقبة هي ده العمود الفقري ودي الخط تحت او السبع فقرات اللي فوق دي بتبقى الفقرات العنقية اسباب الام الرقبة الا حاجة في جسم الفقرة زي لقدر الله كسر في جسم الفقرة نفسه لو كده واضح انا بلفه او كسر في جسم الفقرة نفسه او التهابات او لقدر الله ورم في جسم الفقرة او حاجة جوة الغضروف جوة الغضروف اللي بين الفقرتين مش مؤثر على العصب بس هو جوة الغضروف بس زي تشققات جوة الغضروف بتتعرف عن المياه بحاجة اسمها internal disk disruption حاجة موجودة في الاعصاب يا الا التهابات في الاعصاب او رجوع الغضروف على العصب العصب اللي هوا الاصفر ده اللي انا بشاور عليه يا إلا دي في القناة العصبية دي إلا في القناة العصبية بيبقى لي أشباب تانية منها الألم لكن بتبقى مشاكل تحت في الرجل ومشاكل في البلو تحكم في البلو البراز يعني الأكترية منها مشاكل تانية لكن الألم لو التهابات في جدور الأعصاب لو التهابات في المفاصل الخلفية اللي أنا بشاور عليها دي دي اسمها المفاصل الخلفية للفقرات أي فقرة بتستند أماميا على الغدروف كل فاقرة تنين بينها وبين بعض غضروف امامي وورا في مفاصل خلفية زي اللي أنا بشارع عليها دي التهابات في المفاصل الخلفية أو خشونة فيها أو العضلات اللي وورا اللي مسكة الفقارات دي من وورا التهابات فيها زي من أشهر العضلات عضلة الترابيزيس اللي موجودة عند الكتب بتبقى فيها ألم بسعب يبقى جديد العضلات العنقية تمام بيبقى فيه ساعات التهابات بين الأربطال المسكة الفقرات بعضه أشهر الروباط اللي هو interspinous ligament أو الروباط اللي ماسك الشوكة العظمية الخلفية لكل فقر دي غالبا الأسباب اللي موجودة جوه الفقرات العنقية لكن فيه أسباب تانية أول حاجة أسباب الكتف الكتف معروف علميا إن لو عين عنده ألام في الرقبة أو ألام في الكتف لازم نكشف على اثنين لو عين بيشتك بألام في الرقبة أكشف مع الرقبة على الكتف ولو عين عنده ألام في الكتف ممكن أكشف على الكتف ومع الرقبة لإن ساعات بيسمعوا في بعض التهابات تانية فيه ادفرة العصابية اللي راح للساعة تسمع في الرقبة لإن أساسا جدرها طالع من الرقبة التهابات فيه زي ما قلنا العضلات اللي قبل كده بعد كده ساعات في بعض الأعصاب اللي دخل على الرقبة زي بعض الأعصاب اللي دخل على الرقبة بعض الأعصاب اللي دخل على الرقبة من وراء تسمع الرأس من تحت تسمع في الرقبة آخر حاجة من أسباب الحاجات التسمعية اللي موجودة ودي من الحاجات الخطيرة جدا مهم جدا ان انا زي ما الدكتور اسامة ان شاء الله هتفضل ويقولها اللي هي الريد فلاكز او كده ان فيه الام بتبقى في الرقبة تسميع من الصدر او البطن حتى واشهر مثال على كده في البطن الناس اللي عندهم التهابات في المرارة ساعات التهاب المرارة بيسمع في الكتف وبيسمع في الرقبة تلاقي المريض جاي بيشتكي من الام في بطنه ويقولك كتفي شدد عليه لو فيه الام في الحاجاب الحاجز يسمع في الكتف ويسمع في الرقبة لو فيه الام في الصدر زي قصور الدورة الدموية زي بعض القدر الله الاورام اللي موجودة على الصد تسمع في الرقبة فاحنا مهم جدا راجع للتفصيل دي الام جوه انسكت الرقبة نفسها واخدناها بالتفصيل من اول جسم الفقرة لحد تورا خالص ومنها ممكن تبقى حاجة سطحية في الجلد زي مثل التهابات او خراريج او غدر الانفاوية موجودة في الرقبة دي كلها تسمع تسبب الام في الرقبة يا الا انسجة برا الرقبة بس بتسمع في الرقبة زي ما قلنا الكتف التهابات في الضفائر العصبية الموجودة في الدراع التهابات زي التهابات في الاعصاب نتيجة السكر نتيجة الفيروس هيربززوستر نتيجة متلازمة التهابات الاعصاب اللي هو الكريبس يقل تسميع من الانسجة اللي موجودة في الصدر والبطن وبيسمع في الرقبة ودي اخطر من الحاجات الخطيرة جدا لازم نبص عليها الاول من اكتشفها زي ما دكتور اسامة هيتفضل بيقول لنا ان لازم نكتشف ان المريض ده مش بيعانج من حاجة من الخصور في الدورة في الشريان التاجي لان ده خطير جدا ممكن يقدل وفاة المريض انا بيعالج في الرقبة وهو المشكلة عنده في القلب او المشكلة عنده في الرقبة يكون تجمع ورم او موجود حاجة في الرقبة لا قدر الله وانا اعمال مشغول في علاج الرقبة وهو المشكلة عنده في حتة تانية ومسمع في الرقبة زي المشاكل اللي في الحاجاب الحاجز وزي المشاكل اللي في البطن واشهر مثال على كده قلنا عليه ايه التهاب المرارة والتهاب المرارة بيسمع في الكتف الرقبة فدي يعني معظم الأسباب المسؤولة عن ألام الرقبة تمام يا دكتور أحمد شكرا لما نيجي نشوف تشخيص ألام الرقبة زي ما قلنا في أول حلقة عندنا أهم نقطة إزاي نعرف أن في علامة من علامات الخطورة هي المسببة لألام الرقبة ولا الموضوع بسيط ومش محتاج حتى أننا نروح للطبيب أول علامة من علامات الخطورة هي أننا يكون حصل لإصابة قبل ما يحصل ألام الرقبة يعني زي حوادث الطرق أو السخوط من مكان مرتفع الحاكتين دولي ممكن يؤد إلى مشكلة كبيرة جدا في الرقبة يعني كسر في الفقرات أو خلع في المفاصل بين الفقرات ودي بتبقى مشاكل خطيرة جدا لو حصل ألم بعد الإصابة أو بعد الحادثة يعني في رقبتي أو بعد السقوط من مكان مرتفع يبقى لازم أتوجه إلى الطبيب مباشرة العلامة الثانية من علامات الخطورة وهي لو حصل سخونية أو شعور عام بالمرض سخونة يعني معناها أن في صديد داخل الجسم غالبا يعني في الوضع بتاع ألم الرقبة يعني ألم رقبة وسخونة يبقى فيه مشكلة قد تكون التهاب في الغضروف أو قد تكون خراج في القناة العصبية وقد تكون التهاب في السحاية التهاب في الأغشية السحائية ده من الأمراض الخطيرة جدا بيبقى الألم بتاع الرقبة عادة فيه مصحوب بترجيع وبيبقى فيه تيبس جامد فيه الرقبة المريض ما يقدرش يتني راسه كده تيبس شديد في الرقبة ومعه سخونية العلامة الثالثة من علامات الخطورة وهي أن المريض يكون لقدر الله عنده أورام خبيسة معنى كده أنه قد يكون حصل انتشار لسانويات من الورم الخبيس في الفقرات العنقية العلامة اللي بعد كده من علامات الخطورة وهي أن يكون عنده روماتويد أرسرايتس العيانين بتوع الروماتويد لو جف فترة من الفترات عنده ألم شديد في الرقبة فلازم يتوجه للطبيب بسرعة عشان يستبعد حدوث ارتخاء أو خلع فيه المفاصل اللي بين الفقرة الأولى والتانية العنقية بعد كده فيه علامات تانية زي لو ألم الرقبة مصاحب باختلال في الدورة الدموية أو اختلال فيه التوازن أو في الوظائف العصبية أو اختلال فيه درجة الوعي أو اختلال فيه الاتزان ده ممكن يكون نتيجة تمدد فيه الشريان الفقاري اللي هو رايح للمخ عن طريق الرقبة وبيغزي منطقة المخيخ ومنطقة جزع المخ بعد كده من علامات الخطورة أن يكون فيه ألم شديد ومتزايد أو مصحوب بضعف في العضلات أو مصحوب باختلال فيه الوظائف اللي هي القدرة على التبرز أو القدرة على التبول ده معناه أن فيه شيء كبير موجود في القناة العصبية وبيعمل ضغط متزايد وبيؤدي إلى مشاكل كبيرة يبا هي دي العلامات اللي بتدل على خطورة الألام اللي عندنا في منطقة الرقبة برضو زي ما الدكتور رحمد قال فعلا النقطة مهمة جدا أنه هو لو ألم الرقبة ده مصاحب به صعوبة في التنفس أو ألم في السدر أو المريض عنده تاريخ مرضي من قبل كده أن فيه مشاكل في القلب فده لازم يشد انتباهنا جدا لأن قد يكون حصل زبحة صدرية للمريض يبا هي دي علامات الخطورة لازم ناخد بالنا منها كلنا غير كده الألم اللي بيحصل لك لأول مرة غالبا 90% منه ألم بسيط وانت منتش محتاج تروح للطبيب وهنقول في الآخر تعمل معاقي الألم ده لما نيجي ما نعمل تشخيص إكلينيكي لألم الرقبة التشخيص الإكلينيكي بيحدد لنا جزء كبير من الأسباب وبعد كده بنتأكد من هذه الأسباب عن طريق الفحوصات إكلينيكيا بنقسم ألم الرقبة لثلاث أقسام رئيسية القسم الأول هو يكون فيه ألم في الرقبة فقط مش مصحوب بألم تاني القسم الثاني فيه ألم في الرقبة مع ألم فيه أحد الزراعين أو الزراعين الاثنين القسم الثالث فيه ألم فيه الرقبة مع صداع فيه مؤخرة الرأس ندر القسم الأول اللي هو ألم في الرقبة فقط بيبقى ناتج عن إيه؟ ممكن يكون ناتج عن تهاتك في الجزء الداخلي من الحلقة المحيطة بالغضروف وده بيعمل ألم فيه منتصف الرقبة وبيزيد لو أنا تانيت راسي قدام العكس بتاعه ألم فيه منتصف الرقبة ويزيد لو أنا رجعت راسي الوراء أو لو حركت الرقبة يمينا أو يسارا ده غالبا بيبقى ناتج عن مشاكل فيه المفاصل بين الفقرات بعد كده لو الألم خارج شوية مش في منتصف الرقبة بالظبط للخارج قليلا في ناحية واحدة أو في الناحيتين ممكن يكون ناتج عن مشكلة فيه عضلات العنق أو مشكلة فيه المفاصل اللي بين الفقرات في ناحية واحدة والاتنين بنقدر نفرقهم من بعض بإن الألم بتاع العضلات بيبقى سطحي شوية ولو ده غطى على العضلة ممكن نحس فيها حاجة زي حبل صغير كده أو المريض بيقدرش يحرك رقبة يمين وشمال وكذلك نفس الشيء المفصل اللي بين الفقرات بعد كده لو كان ألم الرقبة مصاحب بألم فيه الزراع فدوة قد يكون ليه عدة أسباب أول حاجة اللي هي غضروف الرقبة غضروف العنق دوة بيعمل عادة ألم في الرقبة مصاحب بألم في الدراع بس بيكون واخد توزيع عصب معين يعني مش واخد الدراع كله طيب لو الألم في الدراع كله ومصاحب بيه تورم أو اختلاف فيه اللون أو اختلاف فيه درجة الحرارة بتاعت الدراع كله ده غالبا بيبقى نتيجة حاجة بنسميها أعراض الآلام المركبة اللي هي بتحصل أحيانا بعد تثبيت الدراع نتيجة كسر بسيط أو بعد عمليات جراحية بتتعمل في الدراع وديم بتبقى العملية نكحة تماما ومفيهاش أي مشكلة ولكن بعد ما العمراج يفك الجبس يبصي لقى دراعه بيورم وفيه ألم شديد جدا وبتبقى علاجها صعب جدا هذه الحالة بعد كده من ضمن أسباب ألم الرقبة أنه يكون فيه حزام ناري اللي هو الفيروس بتاع الحزام الناري يكون عامل التهاب فيه الجزور العصبية وبيبقى فيه طفح جلدي واضح واخد توزيع عصب معين من ضمن الأسباب اللي بعد كده اللي هي قد يكون فيه ألم في الرقبة مع ألم في الدراع أنه هو مشاكل الكتف عادة بيحصل لخبطة كتير جدا في مشاكل الكتف يكون الدكتور مش قادر يشخص هل المشكلة اللي في الكتف دي ناتجة عن ألم في رقبته ولا الكتف هو اللي مسمع في الرقبة ومسمع في بقية الدراع في الفحص الكلينيكي عادة الألم اللي طالع من الكتف بيبقى فيه صعوبة جدا في تحريك الكتف يعني المريد يجي يقضي يرفع إيده كده يبقى مشكلة ما يقدرش يرفعها ولا يقدر يمسك ودنه اللي في الناحية التانية فده العلامة اللي بتبين إذا كان فيه هو الألم طالع من الكتف أو طالع من الرقبة مع باقي الأشعات النوع الثالث دقاء من ألم الرقبة اللي هو بيبقى مصاحب بصداع في مؤخرة الرأس بيبقى الألم اللي هو ناتج عن صداع عن بعض المشاكل فيه المفاصل اللي بين الفقرات العنقية في الجزء العلوي من الفقرات العنقية بيسمع فيه مؤخرة الرأس أو بيبقى ناتج عن اختناء فيه العصب اللي هو بيغزي الجلد في منطقة مؤخرة الرأس ده بنفرقه من الصداع النصفي إزاي؟ إنه هو الألم بتاع الصداع النصفي بيبقى موجود أساسا فيه مؤخرة الرأس بس ممكن يسمع بسيط في الرقبة العكس بقى لو الألم طالع من الرقبة هيبقى أساس الألم أو معظمه موجود في الرقبة ومسمع تسميع بسيط فيه مؤخرة الرأس وكمان الصداع النصفي بيبقى ليه اعراض تانية كمان كتير بنقدر نميزه بيها ان هو عادة بيحصل فيه مقدمات للألم يعني المريد قبل ما يحصل الألم هو بيقدر يجي له مقدمات كده علامات تقوله ده الألم جاي دلوقتي اللي هو بيبقى نقح شديد جدا وبيوقف المريد عن أي نشاط وما يرتحش اللي اذا نام او خاد منوم فبينسى الألم ويروح الألم بتاع الصداع النصفي بعد ما حددنا في الفحص الاكلينيكي غالبية الاسباب اللي هي عاملة صداع بنبدأ نخش على التحاليل والفحصات التحاليل الدم بتبين لنا حاجات كتيرة زي الروماتيود فاكتور او زي ان لو عين عن ضنقرس او تيبس فقاري في مواد كيميائية بنكشف عنها بتبين لنا ان الألم دوت نتج عن هذه المشاكل وكمان لو عملنا سرعة ترسيب او بروتين متفاعل ده بتبين لنا اذا كان فيه التهابات جامدة في الفقرات وفي المفاصل اللي بين الفقرات ولا لا بعد كده بنعمل اشعة عادية اشعة عادية على الرقبة جانبية وامامية خلفية بتبين لنا لو فيه مشاكل في العظم اللي بعد كده نعمل اشعة مقطعية بتبين لنا لو فيه مشاكل في المفاصل اللي بين الفقرات وبتبين لنا مشاكل العظم اكتر لكن الرينين الماغناطيسي بنعمله لو فيه مشاكل فيه الانسجة الرخوة زي الغضروف مثلا او زي وجود اي تجمع دموي او ديء في القناة العصبية الرينين الماغناطيسي بيشخص الحاجات دي بسهول بعد كده من ضمن الاشعات اللي بنعملها ان احنا نعمل مسح زري لو العيان عنده اورام لقدر الله بنعمل مسح زري بيبين لنا لو فيه سنويات في القناة العصبية بعد ذلك ممكن نعمل أشعة تلفزيونية على الفقرات وعلى العضلات دي حاجة حديثة جدا وبتبين لنا مشاكل كتيرة لا تشخصها الأشعات الأخرى أو التحليل الأخرى هنتطبق بعد كده لعلاج ألام الرقبة وهنركز حضراتكم مع العلاج اللاج راحي في ألام الرقبة وهيتفضل الدكتور أحمد يقول لنا بالتفصيل علاج ألام الرقبة بسم الله الرحمن الرحيم علاج الألام الرقبة طبعا بيبدأ بالتشخيص السليم للسبب اللي أدى لهذا الألام زي ما اتفقنا قبل كده أن المريض زي ما الدكتور أسامة تفضل أن في 90% من المرضى بيبقى الألم ده ألم حميد ليه علاجات سواء حاجات خفيفة أو تدخل محدود أو يقع تحت بند العلامات الخطرة أو العلامات الحمراء أو العلامات الإنذار أنه هو المريض ده العشرة في المية لازم ده في علامات خطور زي مثال أن المشاكل اللي في القلب المشاكل اللي في القلب هابعته قبل أم مش هعالجود أنا هابعته لدكتور القلب لو مشاكل فيه عدم استقرار الفقرات ده هابعته على طول لدكتور مخو أصاب لو مشاكل التهابات السحائية للحميات وهلوم مجرى حسب السبب لو السبب اتأكدت أنه هو ليه علاج عندي اللي هو علاج الألم بنبدأ زي ما اتفقنا في الحلقات السابقة لقبل كده أي علاج بيعدي على طاقة مراحة المرحلة الأولية لو العلاج التحفظي أن أنا بدأ مع المريض بأدوية وبراحة وبتبانين معينة عشان نقل الألم دي تاني حاجة العلاج التدخل المحدود اللي هو وظيفة دكتور علاج الألم وفي الآخر اللي هو مش موضوعنا علاج الجراحي اللي هو المهتم بي دي خطت الجراحة أكتر من هنا أول حاجة اللي عليك التحفظي أن أنا أول حاجة أعرف الألم ده جاي منين جاي من الفقرة ولا من الغضروف ولا من العصب ولا المفاصل الخلفية وهلوم ما جاي عرفت المشكلة فين أبدأ أعالجه أقول للعيان أول حاجة راح غالبية المشكلة بنسميها دي ميكانيكا البين أو ألام نتيجة للحركة بيقول للعيان تريح فترة تاني حاجة بياخد أدوية ضد الالتهابات لأن فيه التهاب سواء في الغضروف أو سواء في القناة العصبية أو سواء على مخرج العصب زي ما احنا شايفين هنا كده تمام مخرج العصب اللي طالع من العنق وبندي باسط للعضلات لأن عادة اللي ما يبقى فيه ألم في أي مفصل أو في أي فقرة العضلة اللي حوالين الفقرة بيحصل لها انقباد كجزء من الجسم أو رد فعلا من الجسم للألم عشان يسبت الحتة دي الحتة دي ما تتحركش فرد فعلا الجسم اللي يحصل انقباد للعضلة دي فيزود الألم فبندي باسط للعضلات مضاد للالتهابات حاجة دواء للأعصاب يقلل الألم للأعصاب لو كان السبب دي رجوع الفقرة على العصب ومع الراحة زي ما قلنا فبعد الفترة الأولية من الالتهاب الحد لما بيروح ممكن نقول للمريض يحاول يمنع نفسه من الحاجات المجهود الشاق وانه هو ما يعادش في درات طويلة مثلا تاني رأبته ما يشلش تقيل الحاجات اللي هي ايه هنقولها بالتفاصيل في الاخر في المصاك بس الفكرة كلها اننا في الاخر ممكن نعمل علاج طبيعي للمريض يساعد العلاج بتاعي عشان نعمل حاجة اسمها اعادة تأهيل للأنسجة اللي كان حصل فيها مشاكل شواء التهابات كل حاجة الطبيعة وظيفته بيساعد في علاج الألم وتاني حاجة بيساعد فيه اعادة تأهيل للأنسجة ان هي ترجع لوضاعها الطبيعة ده العلاج الاولاني بنسميه العلاج التحفظ يليه العلاج التدخلي المحدود العلاج التدخلي المحدود برضو نفس القصة لازم نشخص بالذات مكان الألم فين احنا من شخص حاكتين اول حاجة بنحاول نطلع مكان الألم فين من الجسم الفقرة ولا من الغضروف ولا من العصب ولا من ديق قلان عصبية ولا من الشريان اللي هو الأحمر ده تمدد فيه ولا من المفاصل الخلفية عشان هدخل على كل مكان على حدة وعالجه يعني لو المشكلة جاية من جسم الفقرة مثلا العين عنده كسر منضغط جوه الفقرة وما فيش اي عدم استقرار لو عدم استقرار لازم يروح لدكتور موخو عصاب لو الفقرة مستقرة ممكن نعمل حاجة اسمحه نقسمنتية او حقني جوه جسم الفقري بقى انا صلحت الكسر الموجود جوه الفقرة منضغط لو حاجة مشكلة في الغضروف بدخل جوه الغضروف وممكن نحقن عليه اوزون او اعمل حاجة شفط بجهاز الشفط البسيط من الغضروف لو المشكلة فيه الجدر العصب بدخل بجهاز التلدد الحراري تحت جهاز الاشعى التدخلية والمريض بياخد تخدير وبندخل بعملية تدخلية محدودة اننا ندخل على جدر العصب وعملها تلدد حراري او بعض الناس بتحب تركب اسطرة اسمها حقن اسطرة الايبيديورال بيتعمل حقن تحت جهاز الاشعى التدخلية برضه بحيث ان احنا نوزع الادوية بتاعتنا زي الكورتزون وادوية ضد الالتهابات فيه عن ناحيتين العصب الايمين والعصب الشمال لو المشكلة في المفاصل الخلفية للفقرات بنعمل عليها تلدد حراري كل عصب من العصب اللي طلع من الفقارتين بيبدي عصب صغير طالع لافف على المفاصل الخلفية وبيغذيه فاحنا لو قدرنا ندخله بجهاز التلدد الحراري تحت الاشعى التدخلية ونعمله ايزابة او تحلل بجهاز التلدد الحراري المفصل ده مش حاسس بالقلم او حقن الكورتزون ببساطة او حقن الاوزون لو المشكلة فيه العضلات بندي زي ما قلنا ادوية بسطة للعضلات لو التهابات موجودة في العضلات او التهاب العضلات اللي بيحصل نتيجة لضيق الغضروف او المسافة بين الغضروفين بنحقن جواها يا الا مخدر موضعي يا الا كورتزون لحد ما نوصل في الاخر بعض الناس بنحقن لهم ممكن نحقن بوتوكس جوا العضلات عشان نعمل ارتخاء لهذه العضلات والقلم بتاع حيروه زي ما قلنا قبل كده مهم جدا مهم جدا تشخيص الحالة في حالات كتيرة بتتشخص بتتعالج بتبقى بقالها فترة بتتعالج على انها الام في الرقبة وهي الام في حتة تانية وبتسمع في الرقبة وفيه الناس كتير بتتعالج على انها الام في مفصل الكاتف مثلا وهو الالم في الرقبة فمهم جدا التشخيص بحيث ان احنا ندخل على المكان المسبب للألم ونشتغل معا تمام يا دكتور احمد كتر خير نجد الوقت لنقطة التالتة المهمة اللي قلنا عليها في اول الحلقة وهي ازاي انا لو عندي ألم بسيط في رقابتي في البيت اعلجه من غير ما روح للدكتور اولا انا لو حصل فيه ألم بسيط لأول مرة في الرقبة هو عادة بيبقى نتج عن حاجة بسيطة زي مثلا لو انت نايم على مخدة عالية شوية او لو انت قعدت قدام الكمبيوتر فترة طويلة او لو انت قعدت تقرأ فترة طويلة كده وراسك منحنية للأسفل كده شوية او لو سبت رقابتك على وضع معين فترة طويلة او لو تفرجت على التلفزيون وانت نايم على السرير ده بيؤدي فعلا الى وضع بيزيد بالاجهاد على الرقبة هنعمل ايه لو حصل حاجة زي كده اولا انا مش محتاج اروح للدكتور انا محتاج اولا استمر في النشاط اليومي بتاع الرقبة والحركة بتاعتها ومعملش تحديد لحركة الرقبة خالص لان الالم طالما بسيط تأي تحديد لحركة الرقبة بيزوده فبالتالي انا بعمل تمرينات بسيطة ان انا قتني راسي لقدام وللخلف يمينا يسارا بعناية كده بالراحة ويفضل انه خلي حد يعمل لي مساج على المنطقة اللي فيها الالم والمساج يكون شديد شوي بعد كده ممكن نعمل ايه تاني ممكن فيه في الطب الصيني ان احنا المنطقة اللي بين الاصبع السبابة والابهام لو ضغط عليها باديا الاثنين كده باسبعين الاثنين ضغطة جمدة لمدة خمس دقايق لعشر دقايق فبيروح الالم بعد كده ممكن نحط كمدات سخنة على المنطقة اللي فيها الالم وبنتجنب الوضع اللي كان عامل الالم اللي هو حصل في الرقبة البسيط ده كمان برضو لا يفضل انه سوء عربيتي لو فيه الالم شديد في الرقبة بحيث انه هيبقى تفاعل بتاعي مع المواقف المفاجئة اللي ممكن تحصل في الطريق هيبقى تفاعل بطيء شوية وده ممكن يؤدل لقدر الله الى بعض الحوادث بعد كده ممكن نستخدم ادوية بسيطة جدا مسكنات بسيطة زي البراستامول او دهينات موضعية هتريح لنا الالم اللي في الرقبة النصيح بقى اللي منقولها لحضراتكم عشاننا تجنب حدوث الام الرقبة ان احنا منقول ما نسبتش رقبتنا على وضع سابت فترات طويلة لازم نحركها يعني لو انا مضطر ان انا سبت رقبتي لازم ابدأ اتحرك باستمرار كل ربع ساعة مثلا اعمل تمرنات لرقبتي اما يلها كده وكده وابدأ اتحرك وغير وضع رقبتي شوية الحاجة التانية انا تجنب الجلوس امام الكمبيوتر فترات طويلة ولو ضروري يبقى لازم مستوى مركز الشاشة يبقى يعني تقريبا على استقامة مع الانف بحيث ما اضطرش ان انا اوطي راسي الفوق ولا ارفعها اوطيها التحت او ارفعها الفوق دوت بيؤدي الى اجهاد على عضلات الرقبة وانا لو انا سيء العربية يبقى يفضل ان ظهري كل يكون مسنود على ظهر الكرسي وراسي كمان مسنودة على الكرسي ورقبتي تكون على استقامة مع باقي العمود الفقري بحيث لو احد نظر ليا من الجنب يلاقي ودني عمودية على كتفي الحاجة اللي بعد لو انا نايم كمان يبقى لازم المخدة نختارها بعناية بعناية جمدة جدا المخدة مهمة جدا ومن ضمن الازاب اللي تعمل لنا الان بالرقبة وخاصة هذه الايام عشان الشتاء والبرد والتعرض وطيارات الهواء الساعة فلازم المخدة يكون ارتفاعها مساوة تقريبا للمسافة العمودية بين الرقبة وبين الكتف الحاجات التانية دي ان احنا بصفة عامة لو عاوزين ناخد فكرة عامة ان احنا ما نزودش الاجهاد على عضلات الرقبة بان احنا ما نثبتهاش نحركها وطبعا التثبيت مهم لو الالم شديد جدا ممكن نثبتها بس مش اكتر من 24 ساعة ده بيساعد في علاج الالم اكتر من كده ممكن يؤدي الى ضرر دي هي نصيح اللي نحب نقولها لحضراتكم ويعني احنا كده ان شاء الله جينا لنهاية الحلقة بنتمنى باذن الله انها تكون افادت حضراتكم وكتشرفت بالحديث مع حضراتكم انا الدكتور اسامة يحية مدرس واستشاري علاج الالم بكلية الطب جامعة الزئزي والدكتور احمد حجاب مدرس واستشاري التغدير وعلاج الالم بكلية الطب جامعة الزئزي انتظرونا الخميس بعد القادم ان شاء الله هنحكي لحضراتكم عن خبرتنا اللي تعلمناها في انجلترا عن استعمال الاشعة التليفزيونية في تشخيص وحقن الام الجهاز العضلي الحركي يعني العضلات والاوطار والاربطة والمفاصل هنقول لحضراتكم الالام دي بنشخصها ازاي وبنعالجها ازاي عن طريق الحقن باستخدام الاشعة التليفزيونية وحتى ذلك الوقت نتمنى لحضراتكم دوام الصحة وموفور العافية ومع خالص المنا واراق تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة